عامل بالسكك الحديدية من الفقراء الكادحين يتمتع بأخلاق كريمة وإيمان كبير وهو أمين في عمله يعرف أن مئات الأرواح في القطارات القادمة والذاهبة تعتمد بعد الله على يقظته فكان يدرك ما يمكن أن يحدث إذا ما أخطأ يوما فقد يقع صدام مروع بين قطارين أو ينحرف قطار عن القطبان لذلك كان حريصا كل الحرص على إتقان عمله ليلا ونهارا عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه وقد كان بيته الصغير بالقرب من المكان الذي يتم فيه تحويل خطوط القطارات في أحد الأيام وبعد عودته من المسجد بعد أن صلى الصبح وجد زوجته مريضة ونظرا لفقره وعدم وجود أي نقود معه قام بإعطاء زوجته بعض المسكنات وقرأ بعض آيات القرآن ودعا لها بالشفاء بعد أن صلى الضحى ثم أخذ ابنه وابنته الصغيرة معه إلى مكان عمله حتى لا يثقل على زوجته وهناك أخذ يراجع لابنه ما حفظه من القرآن الكريم ويحكي لابنته قصصا جميلة وبينما كان العامل يجهز لابنيه الفطور ودون أن يشعر انصرفت ابنته وراء قطة حتى وجد ابنته تقف بين قضيبي القطار وفي هذا الوقت كان هناك قطارا قادما فرغب أن يلفت نظرها أو يختطفها من حيث وقفت لكن الوقت كان أضيق من أن يتسع لذلك فأسرع العامل يؤدي واجبه حتى وهو يعلم أن حياة ابنته في خطر محقق وقم بفتح الخط أمام القطار القادم الذي يسير مثل ريح عاصفة وأدى واجبه وأغمض عينيه حتى لا يرى ما سيحدث لابنته وأتم تحويل مسار القطار إلى طريقه الصحيح على حساب ابنته التي ستكون الضحية فهو يعلم بأنه لو لم يفتح الخط لوقعت حادثة مروعة يروح ضحيتها آلاف من ركاب القطار مرت لحظة كأنها سنوات طويلة فرفع العامل رأسه وفتح عينيه الممتلئة بالدموع ونظر خلال الغبار الكثيف الذي تركه القطار وراءه وراح يفرق عينيه وهو ينظر ويدقق وقد سيطر عليه ظهول العالم لقد رأى ابنته تقف سليمة معافا بين قضيبي السكة الحديدية فأسرع إليها واختطفها بين أحضانه وهو لا يدر كيف وقعت هذه المعجزة وما سر نجاة ابنته لقد اكتشف العامل الأمين أن الهواء الشديد الذي صاحب قدوم القطار قد ألقى بالصغيرة بين القطبان وأنامها على الأرض فلم يصبها أي مكروه بفضل الله عز وجل وقدرته وفوجئ بزوجته تأتي مسرعة وهي تبكي وتحتضن ابنتها بعد أن شعر قلبها بالخطر الذي واجهته ووجد ابنه لم ينقطع عن الدعاء لخته بالسلامة فسجد لله شكرا على هذه المعجزة التي أدت إلى سلامة ابنته وشفاء زوجته وما هي إلا ساعة وعنم الناس بالقصة وقاموا بتكريم هذا العامل العظيم الذي كاد أن يضحي بحياة ابنته من أجل أن يحافظ على سلامة ركاب القطار الأبرياء كما منحته الحكومة وسام الشجاع ومبلغا ماليا كبيرا تقديرا لهذه البطولة الرائعة التي لا تتكرر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر